أكد رئيس عبدالفتاح سيسي أن صمود مدينة القدس يمثل عصب القضية الفلسطينية لافتاً إلى أن القدس هي مدينة السلام ومهد الأديان وخلال كلمته في مؤتمر القدس صمود وتنمية بمقر جامعة الدول العربية أضف الرئيس السيسي أن القدس كانت عبر تاريخ عنواناً للصمود يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب لنؤكد معاً دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيابة المدينة التي امتزك فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع ضرب السيد المسيح عليه السلام لقد كانت القدس عبر التاريخ عنواناً للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم وإنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة فهي كما كانت في الماضي ما زالت تعاني في الحاضر اشتركوا في القناة